موسيقى نشط محسنة للأخبار وإلى العنوين موسيقى لولادا سيلفا يأمر بتدخل الأمني الاتحادي في برازيليا بعد اقتحام أنصار بولسونارو مراكز حكومية وإدانات دولية واسعة لأعمال الشغل الحكومة الإسرائيلية تطلق إجراءات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية بعد لجوئها إلى محكمة العدد الدولية وتسحب بطاقة العبور من وزير الخارجية الفلسطيني تجمعاتنا أمام السفارة الفرنسية في طهران تنديدا برسوم مجلة شارلي بدويد مهينة للمرشد الإيراني المؤسسة العسكرية تؤكد التزامها بعدم التدخل في المرحلة الانتقالية في السودان مباراة كأس الخليج تعود اليوم بعد استراحة قصيرة المنتخبات عادت حساباتها والبصرة تخطط لوداع زوارها بحفاوة تماما كما استقبلتهم أهلا بكم ونستهل نشرتنا من البرازيل حيث أصدر الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا مرسوما بالتدخل الفيدرالي في برازيليا مشيرا إلى أن هذا التدخل سيستمر حتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري وفي مؤتمر صحفي توعدت دا سيلفا بمعاقبة كل الذين شاركوا في أعمال الاقتحام وبملاحقة مموليهم مواصفا إياهم بالفاشيين والمتعصبين مشيرا إلى وجود قصور أمني في العاصمة سيستلم الأمن الفيدرالي الأمن في العاصمة برازيليا حتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري المرتكبون هم فاشيون ومتعصبون سيتم العثور على الجنات وسيعاقبون بقوة القانون الكاملة وأعتقد أن هناك قصورا أمنيا في العاصمة في مشهد يعيد إلى الأذهان حادثة اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس اقتحم حشد من مناصر رئيس البرازيلي السابق جير بلسونارو مقار السلطات الرئيسة في برازيليا وهي مبنى الكونغرس والمحكمة العليا وقصر بلانالتو الرئاسي متسببين بالكثير من الأضرار حسب ما تظهر الصور وقد طوقت السلطات المنطقة المحيطة بمبنى البرلمان في برازيليا لكن مئات من مناصر بلسونارو الذين يرفضون قبول فوز لولادا سيلفا في الانتخابات الرئاسية صعدوا إلى المبنى وتجمعوا على سقفه ما سدع استخدام قوات الأمنة الغازة المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين وقد غادر بلسونارو الذي هزمه لولادا سيلفا في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية لبرازيل في نهاية السنة متوجها إلى ولاية فلوريدا حيث يقيم ترامب حاليا وطلب حزب العمال الذي ينتمي إليه لولادا سيلفا من مكتب المدعي العام أن يأمر قوات الأمن العام بالعمل على احتواء المتظاهرين ولمزيد من التفاصيل حول هذه الموضوع نضم إلينا من العاصمة البرازيلية سوباولو الصحفي خالد محسن مرحبا بك سيد خالد بداية نسأل عن التطورات الميدانية حاليا كيف تبدو صورة الأوضاع وأنت تتواجد في عاصمة البرازيل بعد قيام أنصار الرئيس البرازيلي السابق بلسونارو باقتحام عدد من المقار الحكومية مساء الخير والتصحيح خالد محسن بولاية سون فاولو بالمدينة سون فاولو وعاصمة الولاية تبعوا سون فاولو هذا كان منتظر لأن الفاشيين والمتعصبون وكذا هذا كان منتظر أن يقوموا بالأعمل على نفس النمط الذي قاموا فيه بالولاية المتحدة الأمريكية وهذا أنا بلاحظ أنه كان فيه شوية من العفوية بالمعاملة بالموضوع ببرازيليا علما أنه كانوا متواجدين أمام مركز الجيش ببرازيليا منذ الانتخابات يعني منذ فاوز الولاية السلبة بالانتخابات وطبعا في طواته كثير كان من حاكم مدينة برازيليا العاصمة الفيدرالية ومن قائد الأمن العام ببرازيليا هذا علما أنه حاكم الولاية ببرازيليا سلم سكراتيرية الأمن العام لشخص كان سكراتير الأمن العام عند بورسونارو يعني هني من مناصره بورسونارو هذا كان منتظر يعني ولكن ما كانت مفاجأة كمان لأنه أخذوا ساعة ونص بالتحرك قبل ما يدخل الأمن العام ضد الفاشيين هذي اللي متواجدين ببرازيليا واللي معروفين أنه مش بس متعصبين ميليشيين وإرهابيين وفوضويين وإلى آخرين سيد خالد إن كان هذا الأمر منتظرا إن كان هذا الأمر منتظرا ومتوقعا من هؤلاء الذين تصفهم أنت بالفاشيين كما تتحدث لماذا لم تكن هناك إجراءات أمنية مسبقة تمنع الوصول إلى هذا المستوى من التخريب في المقارة الحكومية الرئيسية نحن كان عمنا مؤسسات قوية بالبرازيل سواء كان البرلمان البرازيلي أو العدل وكل المؤسسات الدولة مؤسسات قوية هلأ بالأسبوع هذي استلمت الحكومة الجديدة أو استلمت لولادة السلبة وبدأوا بتنظيم الأمن على سعيد المؤسسات وعلى سعيد الشعب بمجينة برازيليا ماذا؟ قصر العدل أنه يوصل للدرجة هذي أو المطة هذي لأول مرة بتاريخ البرازيل بتصير أنه يصير فيه اختحام القصر الجمهوري للبرلمان لقصر العدل هذا ما كان كان منتظر أنه يصير فيه مشاغبات ولكن ما كان منتظر أنه يصير فيه اختحام للقصور هذي ولكن ما الهدف من هذه الاقتحامات؟ إن كان بولسونارو نفسه وهو الرئيس الذي يكونون له بالولاء قد غادر البرازيل إلى الولايات المتحدة يعني الشخص الذي يقومون بمثل هذه الأفعال من أجله قد غادر أساساً إذن ما هي أهدافهم الآن التي يقومون بها؟ الفوضى الفوضى والتخريب والرعب للشعب ببرازيلي حتى بمدينة سان بولو كمان صار نفس الشيء يعني بمدينة سان بولو قطعوا طاريخ على المطار هدفهم هن دب الرعب بالشعب البرازيلي ويقولوا أنه ما بدهم أنه لولا دا سيلبا يتابع وكانهم بيطالبوا هن القوى مثل الجيش واستلاح الجوة لبرازيلي والبحرية البرازيلي ويتدخلوا لمنع لولا دا سيلبا ما احتمالات سيد خالد ما احتمالات أن تكون هناك أيادة خارجية في مثل هذه الأحداث لسيما وأن بولسونارو يتواجد حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في فلوردة عند ترامب لا أظن لا أظن أنه أيدي خارجية لا أظن أنه أيدي خارجية ولكن نحن نعرف أنه مثل ما قال الرئيس طوله هلأ شوية عم بيقول هو أنه المنتفعين كانوا من حكومة بولسونارو المنتفعين هن من وراء الأعمال التخريبية هن هن اللي عم بيمولوا سيد خالد تسمعوني يبدو بأن الاتصال قد انقطع مع السيد خالد محاسن كان معنا من سوباولو في البرازيل شكرا جزيلا له في جميع الأحوال الرئيس الكوبي ميجل دياز كانيل دان بشدة أعمال العنف في البرازيل وعدها مناهضة لديمقراطية وفي تغريدة على تويتر دعا الرئيس الكوبي إلى احترام الإرادة الشعبية التي تم التعبير عنها بانتخاب لولا دا سيلفا رئيسا معربا عن دعمه الكامل وتضامنه مع الرئيس البرازيلي وحكومته وتعليقا على الأحداث في البرازيل أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو عن تضامنه مع نظير البرازيلي لويس إناسيو لولا دا سيلفا والشعب البرازيلي وفي تغريدة على تويتر قال بيترو إن الفاشية قررت تنفيذ انقلابها واليمين عاجزة في الحفاظ على ميثاق اللاعنف كما دعا إلى اجتماع طارئ لمنظمة الدول الأمريكية إذا كانت تريد الاستمرار بالبقاء على قيد الحياة وتطبيق الميثاق الديمقراطي نفت مجموعة عرين العسود خبر اعتقال أحد قياديها المسمى أبو فلسطين على أيدي أجهزة السلطة الفلسطينية وفي بيان الله قالت المجموعة إن ما يتم تداوله بشأن الأخ أبو فلسطين غير صحيح مشيرة إلى أن شخصية أبو فلسطين غير مكشوفة على الإطلاق داعية إلى عدم إلساق هذا المسمى بأي شخص كان حتى لا يتم الحصول على أي معلومات أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو عن اتخاذ حكومته إجراءات ضد السلطة الفلسطينية في إطار تدابير انتقامية من تحرك فلسطيني بمحكمة العدد الدولية على أن تشمل هذه الإجراءات عقوبات على شخصية فلسطينية لقد اتخذنا خطوات عدة ضد السلطة الفلسطينية التي روجت قرارا متطرفا مناهضا لإسرائيل في الأمم المتحدة وتشمل هذه الخطوات فرض عقوبات على شخصيات فلسطينية بارزة وخصم أموال الإرهاب ووقف مشاريع البناء الفلسطينية في المنطقة جيم والمشاريع التي تتعارض مع الالتزامات الصريحة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية على عاتقها لقد أسسنا حكومة مختلفة بسياسة مختلفة والسيارة الجميع ذلك في المستقبل أيضا وفي ظل تدابيرها الانتقامية سحبت الحكومة الإسرائيلية بطاقة الشخصيات المهمة من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لدى عبوره إلى الضفة الغربية المحتلة قادما من الأردن وهي البطاقة التي تمنحه سهولة التنقل في أراضي الضفة الغربية المحتلة سحب هذه البطاقة من معالي الوزير دكتور رياض المالكي وخضع لجميع الإجراءات التقليدية المتبعة على المعابر عند الجانب الإسرائيلي نحن نؤكد أن هذه الإجراءات لن تثنينا ولن تثني معالي وزير الخارجية والمغتربين والقيادة الفلسطينية عن مواصلة حراكنا السياسي والديبلوماسي والقانوني من أجل حماية حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة ومن أجل فضح انتهاكات وجرائم الاحتلال أعلن الأسير الفلسطيني المحرر ماهر الأخرس أن أسر حركة الجاد الإسلامي في المعتقلات بصدد الإعداد لإضراب شامل عن الطعام وأشدد الأخرس في مقابلات مع الميدين على أنه إذا لم يقف الأسر جميعا إلى جانب الأسير مناضل انفعات المضرب عن الطعام منذ سبعة أيام بسبب عزله في السجن فإن الاحتلال سينتقل إلى تشديد التنكيل بحقهم هذا الاحتلال بداية طالما أنك تتنازل آنمامه كلما يطمع بمزيد من القمع وبزيد من الظلم لكن الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية والأسر الفلسطينيين الذين هم رأس الحرب في الكتال مع هذا الاحتلال لا يخضعون وسيقفون سدا منيعا لحماية الشعب الفلسطيني فهذا الفعل مع مناضل سيؤدي بكل الأسرى أن يقفوا إلى جانب نضال لأن مناضل انفعات لأن ما سيفعله مع مناضل انفعات سينعكس سلبا على كل الأسرى فإذا لم يقف الأسرى إلى جانبهم سيكون دورهم التالي وفي سياق إجراءات التعسفية أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير إلغاء إجراءات الحكومة السابقة التي يمكن بموجبها لأي عضو في الكنيسة زيارة الأسرى للفلسطينيين ووفقا للقناة الثانية عشر العبرية فأنا بن كفير أبلغ رئيس الكنيسة أنه يعتزم العودة إلى الممارسة القديمة التي بموجبها يسمح لعضو واحد فقط من كل حزب بزيارة الأسرى الفلسطينيين وفادت أوساط إسرائيلية أن بن كفير جاء إلى سجن نفحة للتأكد من أن ظروف الأسرى الفلسطينيين لن تتحسن رفضا لإجراءات حكومة نيتنياهو وخططها ضد ما يسمى بالسلطة القضائية في إسرائيل تظهر أمس عشرات آلاف الإسرائيليين مؤلنين بدء حرب إسقاط الحكومة بعد أيام على انطلاقها الأمر الذي عد مؤشرا على حدة الانقسام الداخلي بين المؤيدين والمعارضين لهذه الحكومة وأجندتها المتطرفة التفاصيل في تقرير التالي لإسماعيل الزين عودة بن يمين نتنياهو إلى السلطة على صهوة أحزاب يمينية ودينية تتبنى أجندات متطرفة والقطاع خطوط الحوار السياسي بين ائتلاف نتنياهو والمعارضة بزعامة يائير لابيد أججى الشارع الإسرائيلي المناهضة للحكومة الذي نفذ وعده بنزول الشارع مطلقا صفارة انطلاق معركة إسقاط الحكومة يمكن القول أن تظاهرة في تل أبي فاجأت كثيرين من حيث عدد المشاركين إذ شارك فيها الألاف لقد رأينا شعارات كثيرة ضد درع ونتنياهو وليبين وبن كفير الخطوات التي شرعت فيها الحكومة فور تسلمها مقاليد الحكم والخطة التي أعلنتها بعنوان الإصلاحات القضائية أثارت مخاوف أوساط إسرائيلية لم تقتصر على المعارضة التقليدية رأت فيها معالم انقلاب على الديمقراطية وخطوة أولى في طريق تسييس القضاء وتحويله إلى أداة بيد السياسيين انتهت التظاهرة في تل أبي ضد الإصلاحات القضائية التي يزمع إجراءها وزير العدل أياري فليفين وهي تظاهرة شاركت فيها منظمات عديدة وشارك فيها الألاف وبعض المتظاهرين يتحدثون عن عشرات الألاف الناس يأتون ليقولوا نحن لا نقبل أن تقوم هذه الحكومة المجنونة بانقلاب قضائي وتصفية الديمقراطية الإسرائيلية وفيما رأى معلقون أن الحديث عن انتهاء الأزمة السياسية على الأقل في السنوات الأربع المقبلة لا يلغي حقيقة أن نصف الجمهور الإسرائيلي يشعر بأن الدولة تعمل ضده رأى آخرون أن الخطوات التي شرعت فيها الحكومة لتقويد السلطة القضائية وما ظهر من الاتفاقيات الإتلافية يعنيان أن إسرائيل ستكون أمام ورطة كبيرة على المستويين الداخلي والخارجي فصول التطبيع توالت إلى أن وصلت إلى مقاعد الدراسة في دولة الإمارات فما يخطورة إقحام ما يسمى الهولوكوست في دروس التاريخ للأطفال العرب وكأن الاقتحام حصل ولا حرمة للمسجد الأقصى قد استبحت وكأن إتمار بنغفير كان يتنزه في حديقة منزله قبل أيام وها هو وفد إسرائيلي في الإمارات للتحضير للاجتماع المقبل الخاص بما يسمى منتدى النقب المقرر عقده في المغرب والذي يجمع وزراء خارجية إسرائيل والإمارات والبحرين ومصر والمغرب والولايات المتحدة ترجمة لاتفاقيات التطبيع لا حرج عند أحد لا حرج راهنا ولا في التاريخ فبحسب يديعوت أحرنوت الإسرائيلية وبعد أن أقيم في دبي متحف الهولوكوست الأول والوحيد في العالم العربي أعلنت سفارة الإمارات في الولايات المتحدة أن دراسات الهولوكوست ستكون مشمولة في البرنامج التعليمي في المدارس وسوف يعد بمساعدة المتحف الإسرائيلي للهولوكوست ياتفاشيم إذن الإمارات وميوبادر منها تدخل دراسات الهولوكوست إلى برامجها التعليمية لتكون بذلك أول دولة عربية تقدم على ذلك المستهدفون هم تلامذة المدارس الابتدائية والمتوسطة أيمنهم تماماً في عمر تكوين الوعي المجتمعي والسياسي وزير الخارجية الإسرائيلي إلي قوه يصف القرار الإماراتي بالتاريخي كيف لا؟ وكل كيان الاحتلال قائم أصلاً على تزوير التاريخ ورفع شعار يراد به باطل عن مكافحة الكراهية واللاسامية وماذا لو حدث بقية الدول المطبعة حذو الإمارات في تلقين الأطفال العرب تاريخاً مزيفاً؟ بعد الدوس على التاريخ في اتفاقية أبرهام نحن أمام كي ذاتي لوعي لم يولد بعد إلى اليمن حيث كشفت الأجهزة الأمنية في حكومة صنعاء أن اغتيال وزير الشباب والرياضة حسن زايد ومحاولات اغتيال أخرى نفذتها عناصر مرتبطة بالاستخبارات السعودية وبحسب الإعلام الأمني اليمني فإن فيلماً في قبضة الأمن كشف ألية عمل الاستخبارات السعودية في تشكيل الخلايا الجرامية وفضح بالمعلومات والصور عدداً من المرتبطين بها مضيفاً أن إحدى الخليتين تولت إشعال جبهة بعدان بمحافظة إب بينما تولت الثانية تنفيذ اغتيالات ضد عدد من الشخصيات الاجتماعية والرسمية في صنعاء وذمار إلى السودان حيث أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التزام المؤسسة العسكرية بعدم التدخل في المرحلة الانتقالية وفي مناسبة انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في البلاد آرب البرهان عن تمنيه تشكيل حكومة مدنية حقيقية تعبر عن رغبات الشعب السوداني وأوضح أن القوات المسلحة ستخضع لإمرة السلطة المدنية بموجب الاتفاق الإطاري في النشرة بعد الفاصل موسكو تؤكد مقتل ستمائة جندي أوكراني في هجمات انتقامية أهلا بكم من جديد نستأنف نشرتنا من أخبار العمليات الروسية الخاصة حيث قالت وزارة الدفاع الروسية إنها قتلت أكثر من ستمائة عسكرين أوكرانيين في هجوم صاروخي كبير على مبنيين في شرق أوكرانيا كان مقرين مؤقتين لتلك القوات وأضافت أن الضربة تأتي انتقاما من هجوم شنت أوكرانيا على ثكنة للقوات الروسية في مكيفكا بدانياس قتل فيه تسعة وثمانون جنديا روسيا ردا على الضربة الإجرامية التي شنها نظام كييف على نقطة الانتشار المؤقت للقوات الروسية في مكيفكا في مطلع العام نفذت قيادة تجمع المشترك للقوات الروسية عملية انتقامية منظومات الاستطلاع الخاصة بنا كشفت عن قواعد لقوات أوكرانية في مدينة كراماتورسك ونتيجة لهجوم صاروخي مكثف على هذه النقاط لقي أكثر من ستمائة جنديا أوكرانيا مصرعهم قال الرئيس الأوكراني فولدمير زيلنسكي إن القوات الأوكرانية تصد الهجمات المتواصلة على مدينة بخموت في منطقة دونباس الشرقية وتحتفظ بموقعها أو بمواقعها في سوليدار القريبة في ظروف صعبة جدا بخموت صامدة على الرغم من كل شيء وعلى الرغم من تدمير معظم المدينة بسبب الغارات الروسية فإن جنودنا يصدون المحاولات الروسية المستمرة للتقدم سوليدار صامدة أيضا بالرغم من الدمار الهائل والأمور صعبة جدا وصفت المتحدثة باسم الخارجية روسية ماريا زخاروف قرر الرئيس الأوكراني فولدمير زيلنسكي نزع الجنسية عن 13 كاهنا من الكنيسة الأرثوذوقسية الأوكرانية بأنه عبادة للشيطان ويأتي تعليق زخاروف بعد توقيع زيلنسكي مرسوما بشأن نزع الجنسية عن 13 كاهنا أوكرانيا بالتزامن مع تكثف السلطات الأوكرانية إجراءتها ضد الكنيسة الأوكرانية الأرثوذوقسية قال الرئيس السربي إليكساندر فوتشيش إن حلف شمال أطلسي رفض طلب بلاده بإرسال قوات شرطية وجنود إلى كوسوفو وميتوهيا لحماية الأقاليات السربية هناك وألن فوتشيش أن الحكومة السربية تلقت ردا بالرفض من حلف نيتو مشيرا إلى أن الحلفة رجع الرفض إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244 الجدير ذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244 يؤكد أن كوسوفو جزء لا تجزأ من سربيا وأن المعاملة التعصفية لمبدأ وحدة الأراضي فيما يتعلق بدولة ذات سيادة لا يمكن وعدها إلا تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريستورسون أن تركيا التي تعرقل منذ أيار ما ينضمام السويد وفنلندا إلى حلف الشمال الأطلسي دفعت بمطالب لا تستطيع السويد قبولها ولا يمكنها ذلك لم يتغير شيء من هذه الناحية تركيا تؤكد أننا فعلنا ما قلنا أننا سنفعله لكنهم يقولون أيضا أنهم يريدون أشياء لا يمكننا منحهم إياها أو لا نريد ذلك والآن القرار متروك لتركيا الأمين العام لحلف الناتو رأى بدوره أن السويد وفنلندا قد تضنبان إلى الحلف خلال العام الحالي مشددا على أن ذلك رهن بقرار البرلمانين التركي والمجاري وفي تصريح صحفي قال سلتنبرغ أن البلدين احترموا شروط تركيا بموجب مذكرة مشتركة معدا أن الوقت حان لوضع اللمسات الأخيرة على عملية انضمامهما إلى الناتو مع وصول اليمين السويدي المتطرف إلى سدة الحكم باتت البلاد تحت رحمة ظواهر عنصرية متفشية تحديدا ضد اللاجئين والقادمين إلى السويد خطوة أشار إلي موقع بلومبرغ معدا أن ظاهرة العنصرية باتت مقبولة اجتماعيا بعد عقود من بقائها على هوامش السياسة السويدية مع وصول قطار اليمين المتطرف إلى عدة محطات داخل دول القارة الأوروبية حجزت السويد من خارج دائرة التوقعات مقعدا لها على متنه مسار أجج حالة العنصرية في البلاد وشوه الصورة الرائجة للدولة الإسكندنافية التي لطالما عدت واحة خصبة للحرية وحضن للاجئين الأجانب مقصلة العنصرية التي باتت تهدد شوارع المدن السويدية أشار إليها موقع بلومبرغ بعنوان العنصرية أصبحت جزءا من الحياة اليومية للأقليات في السويد فسمعة الدولة الإسكندنافية كملاذ ليبرالي بحسب بلومبرغ باتت في حال يرثى لها مع فوز الحزب الديمقراطي كما لم تعود المدن السويدية الكبرى تشكل ملاذا للقادمين الجدد الذين لا يبدو أنهم سويديون تضيف بلومبرغ تسارع خطوات السويد للارتماء في حضن اليمين المتطرف تقاطع مع إحصاء نشرته بلومبرغ عن تعرض واحد من كل أربعة أطفال من أصول مهاجرة للإذاء العنصري بسبب لون بشارته أو جنسية أهله أو دينه لافتة إلى ارتفاع جرائم الكراهية المبلغ عنها بنسبة 20% لسيما ضد السوريين إذ اقترن القلق بشأن الهوية بمخاوف أكبر بشأن الضغط على نظام الرفاهية السخي في البلاد مضيفة أن الحزب الديمقراطي نجح في تأجيج المخاوف بعد فشل الحكومات السويدية المتعاقبة في معالجتها يبقى أن أخطر ما ورد في تقرير بلومبرغ هو أن تيار العنصرية في السويد بات مقبولا اجتماعيا بعد عقود من بقائه على هوامش السياسة السويدية تعليقا على الإساءة التي وجهتها مجلة شارلي إبدو الفرنسية للمرشد الإيراني علي خامنعي قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الإساءة تأتي بعد الفشل في إنجاح مؤامرة الشغب وزعزعة أمن إيران خلال الأشهر الأخيرة وخلال كلمة الله في اجتماع مجلس الوزراء شدد رئيسي على أن اللجوء إلى الإساءة والإهانة بذريعة الحرية دليل قاطع على أن منطق المنتهكين هو منطق أجواف هذا وتجمع عشرات الأشخاص أمام السفارة الفرنسية في طهران تنديدا بالرسوم الكاريكاتورية التي نشرتها مجلة شارلي إبدو الساخرة وعدت إيران مهينة للمرشد الإيراني السيد علي خامنعي ورفع المشاركون شعرات مناددة بإساءة شارلي إبدو الأخيرة للمقدسات والمرجعيات وطلب الحكومة الفرنسية بمواجهة مثل هذه المبارسات الرسالة حول الزواجية الغرب هي أن تدنيس شخصيات لامعة في العالم مثل النبي محمد والمرشد الإيراني يعتبر حرية تعبير في الغرب ولكن التشكيك في الهولوكوست ليس حرية تعبير يجب أن نكون حاضرين على الأرض حتى لا يعتقد أننا لن نقف إلى جانب ثورتنا أو أن قلوبنا قد ضعفت وأدرنا ظهورنا للثورة لا تتوقف فرنسا ونخبها السياسية الليبرالية المتعصبة أن تقديم الأمثلة لحالة الفصام والمعيير المزدوجة التي تعيشها فيما خص حرية التعبير بالكلمة والصورة والرسمة هو سؤال حضاري فكري يطرح على المشتغلين بالثقافة والإعلام ولا يجدوا جوابا عنه كلما ارتكب بعض الإعلام أو بعض الشخصيات إهانة أو إساءة بحق الدين الإسلامي أو الرموز الإسلامية وآخرها فعلة مجلة شرلي إبدو الفرنسية وتكرارها وقاحة امتهان المقدسات الإسلامية ورموزها لتصل هذه المرة إلى إيران الرسوم التي تمرر بالدعاء أنها ساخرة هي في واقع الأمر هادفة إيديولوجيا وسياسيا ومتفلتة من ضوابط الأخلاق والرصانة والمصدقية مجلة شرلي إبدو في فعلتها الأخيرة بالإساءة إلى المرشد الإيراني خير تمثيل للمستوى الذي بلغته هذه الوسيلة الإعلامية وتجاوزت فيه الخط الفاصلة بين حرية التعبير والتحريض على الكراهية والحقد والشتم كعادتها دائما حين يتعلق الأمر بفكرة وقضية تخصان المسلمين المشكلة التي فجرتها المجلة تحولت إلى صاعق تفجير للمشاعر والضمائر ولم تأخذ بالحسبان قيام الآخر ومقدسته وقضاياها والخطير هو أن تتكرر الإهانة فيما السلطات الإعلامية والقضائية والسياسية تؤمن الغطاء القانوني لتدنيس وازدراء المسلمين علانية لا بل تبارك وتشجع على النهج باسم الدفاع عن حرية التعبير دفاع يختفي وينعدم حين يتعلق الأمر بشعوب وأديان أخرى ففي فرنسا تجرم إدانة إسرائيل والصهيونية ويلحق من يمس باليهود ويتطهد بمبرر معاداته للسامية العداء للحجاب مسموح واتهم المسلمين بالانفصالية والإرهاب لا يعاقب عليه القانون انتقاد رئيس البلاد والمس بموقعه أو حرق صورته من منكر الأفعال ويجيش له القضاء تنبر النخب الفرنسية للدفاع عن الأعلمين ميشيل ويلبيك الذي أوحى بحتمية حصول هجمات دموية على المسلمين وتجمعاتهم وتمرر بهدوء انتهامات الصحفي جون كلود داسي للمسلمين بازدراء الجمهورية وعدم الاعتراف بها في هذا المقام حرية التعبير مقدسة ولا تمثل الإهانات والتصريحات الفتنوية مسا بقيم الجمهورية الفرنسية أو معتقدات جزء من مواطنيها الخلاف المستمر في لبنان بشأن تمويل الفيول اللازم ما زال يمنع تشغيل معامل الكهرباء في الوقت الذي ترس فيه السفن المحملة بالفيول قبالة السواح اللبنانية منذ نحو أسبوعين والشركة المستوردة ترفض إفراغ حمولتها قبل ضمان حقوقها ما يكبد الخزينة العامة غرامات بعشرات ألاف الدولارات يوميا تقرير عباس الصباق في عرض البحر قبالة السواحل اللبنانية هذه السفن المحملة بالفيول المخصص لمعامل إنتاج الكهرباء لا تزال تنتظر أما معمل إنتاج الكهرباء هذا فأشبه بسجين ينتظر الإفراج عن الأموال اللازمة لتزديد ثمن المحروقات والعودة لإنتاج الطاقة لكن لا طاقة سياسية تسيل في اتفاق تأمين التمويل فخزنات معامل الإنتاج فارغة من الفيول أول تماما كما فرغت جيوب معظم اللبنانيين من الأوراق النقدية نحن تعاوننا مع رئيس الحكومة تعاوننا مع وزين المال تعاوننا مع مصر في لبنان وهي كان فيها ثمانة إلى عشر ساعات تغذية عبر زيادة الفيول للمعامل الموجودة نعطي عشر ساعات تغذية وبنفس الوقت نعلي التعريفين نغطي كلفة هالتغذية بيقول فيه ثلاثمية تمانيون لذلك نقص طموحنا بالمرحلة الأولى لحوال الأربعة إلى خمس ساعات تغذية في المقابل تؤكد مصادر مقربة من رئيس الحكومة أنه وافق على إعطاء السلفة للتمويل على أن يصدر مرسوم من الحكومة عند الضرورة وأن تضمن مؤسسة الكهرباء تحصيل الأموال من الجباية استمرار الخلاف على آلية صرف الاعتمادات قد يطيل أمد الظلام ويكلف الخزينة عشرات آلاف الدولارات يوميا كبند جزائي من الشركات المستوردة التي لن تفرغ حمولة سفنها قبل ضمان حقوقها والمستغرب رفض الهبات من دول مثل إيران وروسيا والدخول في دوامة البحث عن مصادر تمويل وتحميل اللبنانيين مزيدا من الأعباء أنا طبعا بدي رحب فيها خاصا أن الهبا لا تخضع لعقوبة إذا كان في عقوبة مالية على البلد المعنى بها الحالي إيران أنا بعد بانتظار أنه نقدر المشيئ إذا في مجال أزمة الكهرباء في لبنان أسيرة حلقة مفرغة وسط مماطلة أمريكية مستمرة أفضت إلى تعطيل استجرار الطاقة والغاز من مصر والأردن عبر سوريا الفيول في البحر والعتمة في منازل اللبنانيين فلا أموال الجفع ثمن المحروقات لتشغيل معامل الكهرباء ولا قبول الهبات ما يبقى المواطنين أسرى الظلم عبدالصباق بيروت الميادين أعلنت السلطات العراقية إعادة فتح بعض الطرق والأنفاق في المنطقة الخضراء في خطوة تدف إلى الحد من الازدحمات في العاصمة بغداد وبحسب مسؤولين عراقيين فإن ذلك سيسمح للسيارات بالمرور عبر المنطقة بينما سيتم حضر الشاحنات وستفتح الطرق يوميا لمدة 14 ساعة وخلال تلك الفترة ستفتح كل المنطقة الخضراء أبوابها أمام الجمهور اليوم من الساعة 500 صباحا يعني ساعة 5 الفجر ولغاية الساعة 1900 كل الخضراء مفتوحة أمام المواطنين بالكامل تنفتح جميع الأبواب والأنفاق ضمن المنطقة الخضراء بوابة دماشق وكذلك بوابة شارع الزيتون والأجنحة ضمن نفق الزيتون دخول وخروج ولان إلى آخر أخبار خليجي 25 لكرة القدم في البصرة جنوب العراق الدور الثاني ضمن كأس الخليجي 25 المقامة في البصرة يشهد إقامة مبارتين في المجموعة الأولى تلتقي سلطنة عمان اليمن عند الثالثة والربع بتوقيت القدس الشريف في الساد البصرة الدولي المباراة الثانية ضمن المجموعة الأولى في هذه الجولة ستكون مرتقبة عند السادسة والربع بتوقيت القدس الشريف وفيها تلعب السعودية الباحثة عن فوزها الثاني مع العراق مضيف البطولة في الساد البصرة الدولية أيضا منظم بطولة خليجي 25 يتطلعون إلى حفل ختام أكثر روعة من حفل الافتتاح عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم في رأس بحر العلوم قال حفل الافتتاح أثلج القلوب لكن حفل الختام سيفاجئ ويبهر الجماهير أكثر بحر العلوم طمأن الجماهير لأنه يجري حل جميع الإشكاليات وأن العمل مستمر لتوفير البيئة المناسبة ورمى بالمسؤولية على الشركة المختصة بالتذاكر بخصوص الخروق التنظيمية وشيرا إلى أن رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال سيجتمع بمسؤولي الشركة للوقوف على أسباب تلك الخروق سمك المسكوف أحد أشهر الماكلات العراقية ومحافظة البصرة تتميز بتحضيره باعتداده طابقا أساسيا على موائد العراقين التفاصيل مع موفد المدين إلى البصرة عبدالله الظاهر يقوم جاسم أبو حسين بالشواء على الطريقة المشهورة والمعروفة في العراق باسم السمك المسكوف بعد عوام من العمل الدؤوب في هذا المحل بات لجاسم زبائل كثر من مختلف مناطق البصرة لكونه يمتلك ميزة خاصة في طريقة الشواء هنا في هذا المكان صالح من سنين يعني السمك مالتي كله عادي لأجيبه كله من بغداد والحلة أجيب السمك اللي هنا يوصل لي يعني أول ما اشتغل اشتغل الجملة وحس لعدنا الحمد لله عدنا جملة وهي فاتحين مشروع مال الشوي ومفرد وتصلى تقريبا حوالي أكثر من ثلاثة أربع سنوات نشتري من عنده يعني مو بس آني والأهل والأصدقاء وهو دائما مشهور يعني أنا كل مرة أجي يعني يا دوب أتصل الساعة الثمانية تسعة الصبح يلا حصل لي السمكة على ساعة ثنتين أخذه تشتهر البصرة بطريقة مميزة ومختلفة في إعداد المسكوف نظرا إلى حجم الأسماك وطريقة تربيتها في مزارع خاصة أو نهرية طريقة تشوي السمك المسكوف عندنا بالبصرة قديمة فهذه الطريقة يعني معتمدة عندنا بكثرة والناس تحبها أنت هسا من توقف هنا أنا وتشمر إحت السمك وودك تأكل وهذه طريقة مو جديدة يعني قديمة صار لها فترة بس استحدثوها الناس دعم تسويها على شكل أسواق للبيع طريقة طهو بصروية تعتمد أساسا على نوعية الحطب في الشواء وعلى خلطة مكونة من أنواع متعددة من البهارات الحطب إلى دور طعم بالسمكة عندك الغلم طوز يختلف في الكابرس عندك البرتغال يعني جئنا مشبوش إحنا فالدخال ما نتحسى ونكهب السمكة كيفما اتجهت في العراق تجد محال شواء السمك المسكوف فالتنافس بين المحافظات بات واضحا مع أن البصريين يرون أنهم في الطليعة ليس مستغربا أن يصبح السمك وجبة رئيسية عن المائدة العراقية فطريقة الشواء الخاصة به واسمها السمك المسكوف لن تجدها في أي مكان آخر في العالم فالسمك المسكوف بات اسما مرادفا للعراق عبدالله ظاهر البصرة الميادين معاناة كبيرة تمتد لقرابة العقدين من الزمن يعيشها سكان وسط مدينة غزة من جراء وجود المحطة الرئيسية لجمع النفايات بين الأحياء السكنية ومطالبات بإيجاد حلول جذرية للمشكلة أكرم دلول والتفاصيل نحن في وسط مدينة غزة هنا تتكدس أطنان من القمامة داخل هذا المكب الذي تحول إلى محطة رئيسية لترحيل النفايات من مختلف أرجاء المدينة مشهد بات يؤرق الكثيرين من سكان غزة فبعد عقدين من الزمن على إنشاء محطة الترحيل هذه تحولت المنطقة بأكملها إلى مكب كبير لتجميع النفايات الأمر الذي ترك تبعات خطرة على البيئة وعلى صحة الناس هنا عندك أنت أول إشهان مركز القطار للطفل جنبيه المكتبة العامة جنبيه في ملعب كورة جنبيه لقدام عنه في مباني سكنية كل هذا بنصهم جايين يعملوا محرق للإزبالة والله ما هو منطق سكان المنطقة يعانون بسبب هذه المشكلة بعضهم وجد الحل في ترك منزله وآخرون عرضوها للبيع مع تكدس أطنان القمامة يوميا فيما يطالب الكثيرون بلدية غزة بالبحث عن حلول جذرية لها مش حياة طبيعي أنه بيعظاره هان يعني أشيس كن جنب الزبالة يجيب المرض لو طفال تبعونه يجيوا لعب الزبالة هان بدلا ما يجعل يلعبوا منتجعات ومنواد يلعبوا في الزبالة يجيوا بصحش البلدية تؤكد بدورها أن الحصارة الإسرائيلية ومنع إدخال العدد الكافي من سيارات ترحيل النفايات الصلبة يعدان السبب الرئيسة لما يجري وعدة بالحل القريب سيتم عمل محطة مغلقة بشكل كامل سيكون هناك مكاتب إدارية للبلدية فوق هذه المحطة سيتم معالجة كافة الإشكاليات والمكاره الصحية والبيئية التي يتحدث عنها المواطنين فيما يتعلق بالروائح وانتشار البعوض وغير ذلك وعود يأمل أهالي غزة أن تعجل في إنهاء معاناتهم المستمرة منذ نحو عشرين عاما أكرم دلول غزة الميادين جولة للميادين في منطقة شونديت في العاصمة الإندونيسية حيث محلات العود والعطورات والمطاعم والمقالة العربية التي تجذب الزوار العرب بالثقافة الشرقية من المأكولات إلى الموسيقى والفنون نحن في منطقة شونديت في العاصمة الأندونيسية جاكارتا حيث معظم سكان هذه المنطقة أو أصحاب المحال التجارية أو المطاعم هم من العرب أو من الأندونيسيين ذات الأصول العربية ولسيما هم من اليمنيين أو بالأخص الحضارمة التقينا بعضا منهم الشعب العربي الموجود في إندونيسيا طبعا كثير واللي هم من أصول الحضرمية واللي هي من اليمن مركزين على إندونيسيا كثير لأن إندونيسيا مشهورة بأشياء كثيرة للتجارة مثل الأخشاب والعود والأقمشة وكلها بتلاقيينها في إندونيسيا واللي ماسكينها تقريبا العربيين أقلبيتهم موجودة بجاكارتا بحكم شغل زوجي بس أنا من الأصول المغربية بس عايشة في دبي كل فترة بجي على إندونيسيا بس الملاحظة اللي أنا لاحظت أنها شعب طيب وكثير مطاعم عربية بس العربية من الأصولهم يمن افتتحت مقهى عربي لأجذب الكثير من العرب الذين يسكنون في إندونيسيا أو يزورونها ويفضلون الأطعمة العربية إضافة إلى الشيشة جولتنا في منطقة شاندك أوصلتنا إلى مكان تجمع محل العطور العربية ناس أبي أصلي من يمن كجدي وجدتي أصلي من يمن وأنا ولدت في إندونيسيا وأبي ولدت وجدي ولدت في إندونيسيا نظراً لوجود الجالي عربية كبيرة خصوصاً في جاكارتا هنا كسوريا، كاللبنان، كالسعودية، كقطر، كالإمارات الجالية العربية عامة قررنا افتتاح مطعم أكلات الشرق والوسطية باستهدف الثقافة العربية حتى الجالية هذه بتحس بالراحة أكثر تواجهتم في العاصمة في جاكارتا فاطمة قاسم جاكارتا، الميادين ليش الجافة؟ ليش تحجرني وأنا وأنا أحبك 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 السلام الله موسيقى قالت الحكومة الصومالية أن حركة الشباب طلبت للمرة الأولى إجراء مفاوضات وسط هجوم عسكري نواصفت الحكومة بأنه حرب شاملة نائب وزير الدفاع الصومالية الشاري لأن حركة الشباب طلبت بدأ مفاوضات مع الحكومة الصومالية لكن هناك مجموعتين داخل الحركة الجزء الأول من الأجانب والجزء الثاني من الصوماليين المحليين وقال إن هؤلاء المحليين لديهم فرصة لبدأ المفاوضات لكن الأجانب الذين غزوا الصومال ليس لهم الحق في المحادثات رفعت الصين الحجر الصحي الإلزامي عن المسافرين الوافدين من الخارج لتضع بذلك حدا لأحد أكبر القيود التي فرضت طوال ثلاث سنوات وانتاجت بكين خلال السنوات الماضية سياسة صفر كوفيد وفي هونغ كونغ حيث أعيد فتح الحدود مع الصين بعد سنوات من الإغلاق ينوي أكثر من أربعمائة ألف شخصنا السفر إلى الشمال خلال الأسابيع الثمانية المقبلة قضى نحو خمسين ألف شخص على طرق الهجرة في جميع الحاء العالم منذ عام 2014 وحدثت معظم الوفيات في طرق الهجرة المؤدية إلى أوروبا وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة الأحوال الجوية القاهرة كان لها دور إضافي إلى جانب سوء المعاملة التي يتعرض لها المهاجرون من قبل عصابات التجار بالبشر التقرير أشار إلى أنه رغم أن مخاطر الهجرة غير نظامية كثيرة لكن المهاجرين لا يعدمون وسيلة لتحقيق حلم الهجرة وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز العنوين لولا دا سيلفا يأمر بالتدخل الأمني الاتحادي في برازيليا بعد افتحام أنصار بولسونارو مراكز حكومية وإدنات دولية واسعة لأمال الشعب الحكومة الإسرائيلية تطلق إجراءات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية بعد رجوئها إلى محكمة العدل الدولية وتسحب بطاقة العبور من وزير الخارجية الفلسطيني تجمعات أمام السفارة الفرنسية في طهران تنديدا برسوم مجالة شارلي إبدو المهينة للمرشد الإيراني المؤسسة العسكرية تؤكد التزامها بعدم التدخل في المرحلة الانتقالية في السودان مباريات كاسي الخليج تعود اليوم بعد استراحة القصيرة المنتخبات عادت حساباتها والبصرة تخطط لوداع زوارها بحفاوة تماما كما استقبلته لمزيد من الأخبار والتقارير ممكنكم زيارة صفحات المدينة على الإنترنت اترميدين.ت باللغات الثلاثة العربية والإنجليزية والإسبانية نلقاكم على خير